سلام عليكم جميعا أنا زميلكم متيم أبو قديري من منصة قمة الطبية وإن شاء الله اليوم سأشرح لكم ثاني محاضرة من محاضرات الباثولوجي هنحكي فيها عن أنواع الأنيمية أكثر وهنحاول نفهم الأمور إن شاء الله ونربطها كلها مع بعض فبالنسبة لهذه المحاضرة نفس الجدول أو نفس التكسيم اللي كانت موجودة في المحاضرة السابقة لو لقيت Low MCV معنى Low MCV بأنها Microcytic Anemia أول شغلة لازم تسويها بالنسبة لنا بتعمل Iron Studies يعني بتشوف الأيرن والفريتين والترانسفرين أو التاتل Iron Binding Capacity إذا كان له في الريتين و Low Iron و High Total Iron Binding Capacity بدون ما تطلع على l-A2 مباشرة Iron Deficiency Anemia إذا كان High Iron أو Normal Iron أو حتى Low Iron والفريتين كان High و Total Iron Binding Capacity كانت Low مباشرة This is Anemia of Chronic Disease بينما إذا كان هذا Normal مباشرة بتعمل إيش? الهيموغلوبين A2 شوف الليفل تابعهم إذا أقل من ثلاث ونص This is Alpha Thalassemia وإذا أكثر من ثلاث ونص ديتز بيتا ثلاثيمية هاي جماعة بتشوف إيش? Normocytic Anemia Normocytic Anemia راح تشوفها اللي هي هيموليتك ولا Non-Hemolytic وتمشي فيهن واحدة واحدة وبظل عندك Macrocytic Anemia اللي هي بتكون Megaloblastic or Non-Megaloblastic يعني هاي اللي هي بتسبب نقص Vitamin B12 و Vitamin B9 هذا Megaloblastic أو Non-Megaloblastic يعني عندي مشكلة بالليفر أو المريض Alcoholic Patient تمام يا جماعة؟ هذه هي كل أنواع الأنيميا فهاي القصص الأساسية فيه أنواع مثلا Plastic Anemia هنحكي لكم عنها بهاي المحاضرة هنحكي عن Myelophistic Anemia اللي هي عبارة عن أنيميا نتيجة لـ Infiltration للBorn Marrow هنحاول نربط الأمور كلها وبنهاية إن شاء الله الكورس يعني ومع الأسئلة انت هتكون مع المنخص اللي هنزلكوا إياه المنخص راح يكون مبني على كل المحاضرات مع بعض مش محاضرة ولا خصها لأ كل المحاضرات راح تشوفوا إنه يعني الموضوع كثير سهل الموضوع بس فقط لا غير إنه إيش أنت بدك ترتب الأمور حتى تفهم كل إش الـ I am deficiency أنيمي حكينا لكم عنها طب كيف بنقص الحديد بالله بنقص dietary المريض ما بوق الحديد تلاقيها عادة إيش بالـ Female ما بتوق اللحمة أوكي Embared absorption المريض مش قادر يعمل absorbش للحديد مصبوط أوكي يا جماعة هاي نقطة مهمة Increased requirement يعني على سبيل المثال Female عنده Ministerial Cycle هذا الـ Ministerial Cycle لأنه بتفقد دم بتفقد حديد بخلي الحديد إنه احتياجها للحديد يكون بدها حاجة كويسة للحديد صح ولا لا Chronic Blood Loss مريض على سبيل المثال بنزف إما Heavy Ministerial Cycle بالـ Female أو بالـ Female والـ Male ممكن شو يكون عندهم Colon Cancer أو GI Malignancy والمريض بنزف بدون ما يعرف عن حاله فهذا اسمه Chronic Blood Loss لكن تجي تقول لي والله مريض إن جرح والله مريض صار معه حادث وأبصر شو صار معه نزف هذا Acute Hemolysis ما هيعمل عندنا المشاكل تاعة Chronic Hemolysis الباثوجينيسيس تاعته إيش بنقص الحديد والحديد إلو دور مهم بتصنيع Red Blood Cells أنتوا عارفين إنه بدخل فيه Group Helium أوكي فهي نقطة مهمة شو بكون للـ Fertine Level بكون Low Fertine Level بالعادة تمام وشو بصير في Transfer and Saturation بتكون قليلة ولكن Total Iron Binding Capacity قابلية للترانسفير للربط بالحديد بتكون عالية ليش؟ إنه ما فيش عليه حديد لما تجي تطلع عليها على Blood Smear بشكل عام أو Blood Film شو بتشوه Microcytic Anemia and IC Anisocytosis في variation بالsize طلع هاي كيف طلع هاي كيف طلع هاي كيف مثلاً طلع هاي كيف طلع هاي كيف There is Anisocytosis لأن قلنا RDW بكون مرتفع بالـ Iron Deficiency Anemia يلا اللابات هيموغلوبين قليل MCV قليل لأنها Microcytic الـ MCH اللي هو هي Microcytic Hypocromic شفتوا كيف بيضة تمام؟ مش حمرة كثير Hypocromic يعني السبغة اللي جوا نقول الـ Red Places قليلي يعني الهيموغلوبين اللي جوا الـ Red Places قليل فالـ MCH شو بكون قليل الـ Iron بكون قليل في الـ Retin بكون قليل Total Iron Binding Capacity بكون عالي الـ RDW بكون عالي الـ Hipside ما بكون مرتفع لأنه بكل بساطة هاي إيش مش القضية تبعت إيش تاعة الـ Chronic Disease وجماعتها تمام؟ و Low Transferring Saturation Saturation يعني ها بيكتفها مشغلون هذا اسمه Transferring أوكي بربط مين معه بربط معه الحديد اللي هو الـ FE هيك تخيلوا معنه بيضبط الـ FE3 بس نقول على أساس أنه الـ FE إذا جماع الـ FE ما قدر يربط مع الـ Transferring شو بصير Transferring Saturation أوكي Transferring Saturation شو بتكون قليلة إذا الحديد نفسه مش قادر يربط بالـ Transferring شو بتصير الـ Binding Capacity قابلية للربط شو بتكون بتكون قابلية للربط عالية تمام يا جماعة فهي نقاط مهم لازم تكونوا فاهمينها من هسا الـ RDW شو بتكون مرتفع ليش؟ لأنه يوحي أنه الـ Red Plutzes قاعدة تتصنع بأشكال غريبة بالـ Size أحجام كبيرة تمام؟ أحجام كبيرة مش أشكال أفوا اللي هي Size والسبب في هذا الكلام إنه البون مر مش قادر يلحق تمام يا جماعة؟ هذه الـ RDW والتغيرات فيها الـ RDW Normal Red Blood Seals شو بتكون؟ Bi-Concave Disc-like Shaped The breast center بالنص It is very flexible ربنا خلقها Bi-Concave حتى تعمل squeezing بالـ Blood Capillaries الصغار لكن Red Blood Seals لما يتغير إيش بصيف فيها بتغير Size والشيب بتاعها خصوصاً Size وهذا Indicate Nutritional Deficiency يا فيتامين B12 يا فيتامين B9 يا الحديد ولكن أكثر شيء بنشوف مع الحديد أوكي جماعة فهذه نقاط يعني طلع ميزت موديول الهيم إنه جماعة أنتم ممكن تختصروا نص المحاضرة لأنه كلها تتكرار مرة ثانية أوكي جماعة فبكل بساطة Size تعرض بكون N-Equal هذا معنا RDW أوكي بنلاقي قيمته مرتفعة High Value أكثر من 15 تمام؟ لأنه وسهلة وبسيطة جدا أنيميا في كرونيك ديزيز هذا بيشنت بكون عنده إيش كرونيك انفلاميشن بالعادي بنشوفه في الناس اللي بكونوا هسبيتالايز بيشنت بالعادي بنشوفه عند الناس اللي عندهم مايكروبيا الانفلاميشن بالناس اللي عندهم أوتو إيميون انفلاميشن خصوصا الروماتويد أريثرايتس SLE والناس اللي عنده ماليقنسي بعمل بروداكشن بهاي الحال مصيبة والله مثلا أقول لك على سبيل المثال نوع من أنواع الماليقنسي الموجودة مثلا على سبيل المثال بيلي برين أقول لك كولوريكتال كانسر مثلا أوكي قل لي أنيميا ما فيش أي مشكل سوالله مثلا أجي أقول لك مثلا على سبيل المثال زي مثلا قبل رينالس الكارسينوم لا رينالس الكارسينوم بيطلع إيرثروبويتن بيعمل قليل إت إز هايبوكروميك مايكروسيتك أو نورموكروميك نورموستيك أوكي ديروا بالكم قد تكون نورمو تمام الفيرتين شو بكون عالي والتوتال آير باين كافة شو بتكون قليلة عكس آير ديفيشنسي أنيميا بيجيكم عليها أسئلة الأنيمي في كرونيك ديزيز أهم ثنتين تكون ميزين بينات بعدين خلصنا المايكروسيتك الدكتورة هنحاب تفوت على الماكروسيتك مباشرة طبعا بدون ما تشرح لكو على الثلاثيميا يشرحوا لكو إياه لحالها بدون ما تشرح لكو على السيدروبلاستيك دخلت على الماكروسيتك الماكروسيتك أنيميا رح تلقى الريد بلاسيز حجمها أكثر من ميت في ميتو ليتر ميت في ميتو ليتر تمام تمام تقسم صراحة تكسيمتها أنا بالنسبة إلي اللي بحبها وتكسيم العالمي أنك تقسمها لي ميغالو بلاستيك ولا نن ميغالو بلاستيك ميغالو بلاستيك يعني نقص في شغلة معينة في التصنيع فشو بتكون يعني بكون في عنا هايبر سيجمينت دينيوتروفيز بالطرف لما تيجي تطلع على البلد سمير بتلقى هايبر سيجمينت دينيوتروفيز بهاي الحالة شو بتكون فيتامين بي تولف فوليك أسد وفيه إشي اسمه راتيك أسد يوريان أوكي يا جماعة ولكن على الجهة الثانية نن ميغالو بلاستيك أنيميا بشوفها بالليفر ديزيز أوكي يا جماعة وبشوفها بالالكوهوليك بيشن لما تلقى ماكروستيك أنيميا يشد يعني نوت ذات هاي الماكروستيك أنيميا اللي موجودة عندي هل هي ها ركزينك هل هي أوريدي الأنيميا لحالها هي ماكروستيك أنيميا ولا أسوسييتد وذ هيموليتك أنيميا فشو بسي بتطلع بتطلع على الريتيكليوسايت كاونت مباشرة إذا كان هوا زايد هذي بنسميها سكندري ماكروسايتوز كيف يعني سكندري ماكروسايتوز مريض عنده هيموليتك أنيميا يعني كريات الدم الحمراء قاعدة بتتكسر نتيجة لتكسر كريات الدم الحمراء البون مارو شو ديسوي وديصنيع ريد بلوتسيز فالبون مارو بصير يستهلك الفوليك أسيد مثلا بخلص الفوليك أسيد فبصير يتصنيع الريد بلوتسيز كبيري في الحجم فبصير الماكروسايتوز إذا نحن دائما نقول ماكروسايتوز هي إيش مثلا فيتامين بيتولف وفوليك أسيد طب هل هي مثلا فوليك أسيد لأنه المريض ما بوكل يعني دايتري مثلا أو مثلا فيتامين بيتولف لأنها بيرنيشاس أنيميا مثلا هاي سبب مباشر من هاي المواد ولا هو سكندري كوز كيف يعني سكندري كوز يعني والله مثلا عسبي المثال المريض عنده هيموليتك أنيميا كريات الدم الحمراء بظل تتكسر فهذولة لازم تنتبه إنه بعد فترة شو بصير عندهم فوليك أسيد أسيد ديفيشنسي وشو بصير عندهم بصير عندهم ماكروسايتك أنيميا خلينا نركز دائما على هاي النقاة تمام يا جماعة فالأسباب اللي بتخليلي ماكروسايتوز وإيش وذ ريتكيلو سايتوز يعني تجي تطلع الريتكيلو سايت تلاقيه مرتفع وعندهم ميجالوبلاستيك أنيميا أو ماكروسايتك أنيميا شو دك يساوي دك تنتبه ريسينت هيموريج ريسينت هيموريج بعمل بس سيبك تريتت أنيميا بتعمل بس مين أهم واحدة هيموليتك أنيميا سو إذا بيشنت عنده ماكروسايتوز واريتكيلو سايت كاونت مرتفع بشك إنه الماكروسايتوز هي سكندري للهيموليتك أنيميا أوكي لأنه كرية الدم الحمراء بتكون بتتكسر وعليه بصير ديبليشن تخلص هاي البني التحتية فبلش البون مارو يصنع لي ماكروسايتك أنيميا سو ماكروسايتك أنيميا بتطلع على ريتكيلو سايت if it is increased this is hemolytic أنيميا or acute blood loss but if it is normal or low then I should suspect الشغلات هاي هل في عندي liver disease هل في عندي hypothyroidism هل في عندي أدوة معينة إذا yes بحطها على جنب إذا no بفكر بإيش بالميجالوبلاستيك أنيميا مثال عليها الفوليك أسد فيتامين بي 12 برضو كمان ممكن إنك إنت تشوف شوف نورمو بلاستيك بالليفر والهايبوثايرويدزم مييلو ديسبلاستيك مييل ديسبلاستيك في أنواع والهايبو سيليور خلينا على جب سي جماعة يعني إحنا بحب أن أعطيكم كل إشي لكلاسيك سيبوكم الأشياء اللي كلاتها بتكون مذكورة إحنا لما نحكي ماكروسايتك أنيميا I should أقسمهن ببالي لشغلتين أوكي ميجالوبلاستيك فقط لغير هيك عندنا نقسم بس مثلا تجيني أبلاستيك أنيميا لا أنا بصراحة بقول لك أبلاستيك أنيميا هي نورموستيك أكثر من أنها تكون ماكروستيك فهمتوا عليه كيف هاي تكسيمة الأنيميا اللي إحنا وإن نمشي عليها حب حب تمام فهاي إذا بدأت طلع على الريتكيلو سايت كامت if it is high this is ماكرو سايتوز due to ريتكيلو سايتوز and this is due to hemolytic أنيميا if the reticulocyte is low الكount بتطلع على الhypersegmented neutrophil أيوة إذا الhypersegmented neutrophil موجودة then this is مباشرة 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 folic acid أو vitamin B12 لأن الhypersegmented neutrophil معناها ميجالو بلاستيك أنيميا يعني في عندي مشكلة بالتصنيع تاعد DNA تاعد رد بلد سلس فهمتوا ليش hypersegmented neutrophil سنفرجيكوا صورتها كما شوي طيب if the reticulocyte count is low there is no hypersegmented neutrophils بحط في بالي liver disease alcoholism هذا المedication effect ممكن hypothyroidism تمام يا جماعة إذا عملت لهن exclusion هذول ما كانت موجودة تحط بالك myelages plastic إنه أي ممكن تكون السبب فهيك إحنا التكسيم اللي نمشي فيها فهذا سلايد أهم من السلايد اللي قبله هذا مهم أوك يا جماعة لأنه هذا بعطيك التكسيم الحقيقي نيجي الآن شفنا والله مثلا عاسبين مثال هيمونيتيك هيا نحكي عنها لقدام يجينا شفنا reticulocyte count كان له يجينا شفنا hypersegmented neutrophils قلنا this is megaloplastic anemia فهي vitamin B12 أو vitamin B12 نيجي الآن نقول شو الأسباب يسبب عندي vitamin B12 deficiency شو رأيك الفيتامين B12 ما بتخزن هتشوفه بالفيسيولوجيا وإنه نحن قلنا بتخزن باللبة لقداش بتخزن بتخزن لمدة 3 إلى 4 سنين وكل بساطة يا جماعة الواحد لو يوكل اللحمة بالسنة مرة خلاص ما بصير عنده نقص vitamin B12 تمام فإنه dietary intake إنه المريض ما يكون بالضايت تاعته صعب لازم أنتو أصلا ما بقول عنه البيجيتاريان مش بقول النباتيين بقول عنهم strict vegan هذول الناس اللي مستحيل يوكل اللحمة طول حياته متخيلين كيف هذا آه بصير عندهم لكن أنا بقول لك لو إنك توكل مرة واحدة بالسنة تكفيك من إيش من الفيتامين B12 deficiency أوكي فهي الفكرة فدييتاري إنه المريض ما يكون بوكل رير مش مشهور كثير لكن المصيبة وين بالimbered absorption إنه إحنا الفيتامين B12 مش قادرين نعمل نورمالي تأبزورب الفيتامين B12 تأخذ أنت الفيتامين B12 سيبونا من الكلام البصير هان بمجرد ما يوصل بالمعدة الفيتامين B12 شو بسوي بكون طالع مادة اسمها intrinsic factor بتطليحها بربط مع الفيتامين B12 وبيخليه يقدر يمشي بكل حتى يوصل للإليام ويصير له absorption جوه الإليام طب بالتالي intrinsic factor واحدة من المواد المهمة كيف بصير impaired absorption إنه بكل بساطة يجمع على المريض intrinsic factor مش قادر يطلع ليش intrinsic factor مش قادر يطلع في auto antibody على parietal قاعدة بتكسره أو auto antibody على نفس intrinsic factor قاعدة بتكسر وين بنشوف هاي الauto antibody بايش يسمو pernicious anemia وهي الانيمية الخبيثة أوكي هاي بتكون female عندها auto immune gastritis بكل بساطة antibody بتصير تهاجم الparietal cell وتهاجم intrinsic factor بصير معها vitamin B12 deficiency وبصير معها echloridia ما فيش hydrochloric acid يكون طالع عندنا بالمعدة ما فيش عندنا HCL بالمعدة أوكي جماعة هاي نقطة موحبة واحد عامل gastrictum واحد كان ناصح كثير عملوا sleep procedure قصوه للمعدة تمام لما قصوا المعدة قصوا الparietal cell بطل فيه عندنا إيش intrinsic factor release أقولكم ببساطة واحد كان عنده يعني gastric cancer بطرينا نشيل المعدة كامل بكل بساطة بطل عنده intrinsic factor وصير عنده vitamin B12 deficiency فيمتوا كيف هذا واحد اثنين male absorberative state يعني مثلا كما الabsorption صراحة إشي قليل diffuse intestinal disease قليل تبطى مين الإليام احنا وين بصير الabsorption بالإليام بالله عليك تخيل بس معاي هاي النقطة مريض مثلا عنده ileitis يعني إيش عنده مثلا crones disease عارفين انتم مرض crones بأثر عنه على الإليام أقولكم مريض كان عنده عسب المثال malignancy بالإليام واضطرينا احنا نعمله resection شلناه مثلا شو بصير عند هذا المريض ما فيش إليام أو إليام ملتهب مش قادر يعمل absorption مصبوط لـ vitamin B12 ما شو بصير عنده هذا الشخص vitamin B12 deficiencies أوكي جماعة إذن هي شوي تفكير منطقي بتنحل المشكلة بتظل الثالثة هاي بصراحة لازم تعرفوها يعني هنا هذول الثنتين تظل tapeworm في عنا نوع من أنواع الفش tapeworm dieth dieth latum latum اشي هيك اسمها تمام هاي tapeworm fish tapeworm تتغذى على vitamin B12 بتكون عندك جوة الانتستين وتتغذى على vitamin B12 وبظل عندنا ايش يسمو سوينا له عملية أو مريض مثلا السكري فالمعدة مش قاعدة بتمشي مصبوط فشو بصير المعدة بصير زي short bowel بصير بكتيريا بتنمو فوق بعضها بكتيريا الovergrowth البكتيريا لما تنمو كثير جوة المعدة أو جوة مثلا GI system شو بيسوي بهاي الحالة بصير تتغذى على vitamin B12 كمان وشو بجونا هذول بvitamin B12 deficiencies إذن عرفنا الأربع causes dietary إنساني منهم أهم واحد intrinsic factor deficiency مثل الناس عندهم إيش pernicious anemia أو gastric بعدها مشكلة بالإليام بعدها في عندي أشياء تتغذى على vitamin B12 إما T-Bor F-T-Bor أو bacterial overgrowth تمام يا جماعة لا ننسيها أبدا مهمة جدا pernicious anemia auto antibody بتهاجم gastric ميوكوزا ثلاثة antibody بطلعا يا parital canalicular antibody antibody ضد parital cell يا antibody بعمل blockage للintrinsic factor يا antibody بتهاجم عندنا إيش الintrinsic والvitamin B12 complex ما يكون الرابطات ماذا شو بتميز بكون similar زيه زي folate deficiency هنشوف folate كمان شوي أوكي شو بتكون macrocytic تمام megaloplastic anemia macrocytic يعني كرية الدم الحمرة MCV volume تبعها إيش فوقي الميت فمتو يعني كبير كثير هاي تمام يا جماعة وكل بساطة تكون كرية الدم الحمرة شايف حجمها هاي هي هاي هي كرية الدم الحمرة لما تكون موجودة وحجمها كثير كبير تمام يا جماعة هاي شو بتلقى قلنا هي megaloplastic شو يعني megaloplastic يعني عندي مشكلة بالDNA synthesis DNA synthesis فشو بصير الخلية neutrophil اللي تطلع من البون مارو برضو تكون neutrophil hypersegmented neutrophils normal مثلا تكون segmented من قديش من ثلاثة لأربعة يا جماعة لكن لما تكون segmented زي هيك طلع كيف 1 2 3 4 5 6 7 8 أكثر من أربعة segments يوحي إنه إيش بهاي الحالة بنقول عنها بنقول عنها megaloplastic anemia تمام megaloplastic anemia لأنه hypersegmented neutrophils طلع هاي قدي segmented فوق الثمانية طلع هاي فوق الست فوق السبعة هاي هاي خمسة هاي تقريبا خمسة كمان هاي بتحسبو وهكذا إذن هي إذا كثر من ثلاثة لأربعة segments نقول عنها إيش معناها megaloplastic anemia معناها مشكلة بالدينية معناها يا vitamin B12 يا vitamin B9 deficiency أوكي جماعة فالvitamin B12 بعمل عنا إيش megaloplastic anemia من النوع الماكروستيك أوكي جماعة يتميز vitamin B12 بشغل إنه يدخل في تصنيع المايلين مايلين شيف تعرفون هم طالعين من central nervous system المايلين مهم عنا إيش حيث إنه يزيد الvelocity تاعة ال conduction ال action potential هذول الناس لأنه المايلين بيخرب بلش يخرب بالأعصاب الطويلة وبأثر طبعا على spinal cord بصير عندهم إيش يسمو sub acute combined degeneration يعني بيخرب عندهم corticospinal tract وبيخرب عندهم تاعة lepropreception فشو بيجونا بيجونا مثلا على سبيل مثال benumbness يكون في عندهم خدران برجليهم بعدين unsteadygate أو شو بنسميها attax لأنك خربت مين إنت خربت على lepropreception بعدين loss of position sensation برضو لأنك خربت lepropreception أوكي يا جماعة ديروا بالكم مهمة جدا جدا نكون عارفين النوع اللي خاص من الفيتامين B12 اللي كان نتيجة الpernicious anemia بزيد الرسك لإيش للماليقنانسي وين الماليقنانسي تكون جو المعدة تمام لأنو chronic gastritis زي زي الهليكوباكتر بايلوري هذول بزيد الرسك للماليقنانسي أوكي يا جماعة لا نسهل الأمور فقط لا غير الفوليت الفوليك أسد طبعا يا جماعة بدخل عندنا في التحول لتتراهايدروفوليت اللي هو الـ FH4 هذا التتراهايدروفوليت يجماعة بدخل في تصنيع ايش تصنيع الـ DNA تمام هو والفيتامين ب12 طبعا الفيتامين ب12 بجهانة بغذي الفوليت أوكي على الطرف الفوليت بتخزن بالليفر بس مش زي الفيتامين ب12 لفترة أكثر لغاية هيك رقم من الشهور وبالتالي إذا المريض ما كان بوك المزبوط أو الله ممكن أنك شو يكون عنده يكون عنده ميجالوبلاستيك أنيميا هايبرسيجمنت دنيوتروفيل this is فوليت مباشر لكن إذا لقيته ماكروستيك بستنى ممكن الألكوهوليك إنه يعمل ميجالوبلاستيك بس بالعادي بعمله ميجالوبلاستيك وتنحل المشكلة قد تكون إيش المريض مش قادر يعمل مزبوط للفوليك أسد وهذا وين بشوفه عند اللي بأخذ أدوية معينة شو هي الأدوية المعينة اللي بممكن يأخذوها يا جماعة المريض وتمنع عنده الأبزورشن مزبوط للفوليك أسد بكون المريض بأخذ دواء اسمه فينيتوين بكون المريض بأخذ دواء اسمه ميثوتركسيت هاي الأدوية يا جماعة شو بتسوي اللي هي الانتي كونفولجنت اللي أنا قلت لك عنها مثل فينيتوين وعندنا الأورال كونتراسبتف وبتحط لي إيش معاهن كمان الجوجينب تخيل في مشكلة مؤثر على الجوجينب بصير ابزورشن الفوليك أسد مزبوط لا تمام هاي الأسباب الأساسية فيه دي بعض الناس بحتاجوا فوليك أسد أكثر من غيره مثال عليها مين البريغنانس يبتعرفوا أي واحد يحامل قبل ثلاث شهور لازم ببلش على فوليك أسد حتى تمنع نيورال تيوب ديفتس الممكن يصيران عند الطفل أوكي انه بكل بساطة فيه أدوية ضد الفوليك أسد وإحنا قلنا لكم مثال عليها مثل مين مثل ميثو تريكسيد هذا دواء بشتغل ضد الفوليك أسد أوكي فبأثر على الفوليك أسد بكل بساطة فامش تمام شو بتتميز أنيميا زي هزي الفايتامين بي 12 لكن ما فيش نيرولوجيكال سيمتوم أهم إشي ما فيش نيرولوجيكال سيمتوم ديروا بالكم لأن الفوليك أسد ما لدخل بإيش بتصنيع المايلينشي أعطيكو كمان معلومة هاي لا تنسوها أبدا إذا المريض كان عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي وأعطيته فوليك أسد الأنيميا بتتحسن أوكي ولكن النيورولوجيكال سيمتوم بصير أسوأ ديروا بالكم يا جماعة هاي نقطة مهمة المريض عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي أعطيه فوليك أسد تتحسن الأنيميا لأنه أنا لو أنا أعطيكو الرسم الحقيقية للفيتامين بي 12 الفيتامين بي 12 بدخل هان هيك فهو أوريدي بدخل على الطرف تمام في السايكل هاي في تصنيع الدي أنين فإحنا لما يكون هو ناقص كأنه من ناقص الفوليت فأنا هذا بعطي فوليت الأمور بتنحل ما فيش عند أي مشكلة لكن الفيتامين بي 12 اللي شايفينه ها بدخل ديريكتلي في تصنيع تصنيع المايلينشي أنت بتعطي فوليك أسيد الأنيميا بتنحل لكن مشكلة العصاب ما بتنحل فالمريض بظل يشكي من النومبنس والأتاكسة تبعد فالفوليك أسيد ما بيعمل نيرولوجيكا سيمتمز هاي مهم كيف بشخص بشوف فوليك أسيد بتميز هذول ميقالو بلاستيك أنيميا وهاي برسيجمنت دينيوتروفيز هاي ماكرو ماكرو وفالوسايتس شايفين قداش حجمهم وبتلقى طبعا أنيسو بوكيلو سايتوز يعني تغيرات بالسايل وتغيرات بالشي بوكيلو سايتوز معناها تغيرات بالشي أنيسو تغيرات بالشي وهاي برسيجمنت إنيوتروفيز والش أنديكيت أنها ميقالوبلاستيك يعني مشكلة بالدينيوس دايمة لما يقل لدينا اللي كيف بيأثر على الدينيوس بيقل لدينا تصنيع اللي هي البئیورين والبايرميدينز بشكل عام وبالتالي إيش بأخذ بصير وقت أطول يا جماعة في الـ DNA synthesis وكذا فشو بصير بالـ Asynchrony يعني لما يجي يربط الـ Nucleus بالـ Cyto Blasem لا وكون فيهم مشكلة فشو بصير بصير الـ Cyto Blasem حجمه كبير وNucleus حجمه إيش صغير فلذلك بتطلع هي Macrocytic ذلك هي بتطلع كبير فهذا هو السبب بخليها تطلع كبيرة زي أوكي جماعة ننتبه هانا إيش ثاني تمام خلوه هاي شو الأشياء الأساسية اللي احنا قلنا لكم عنها ففهمتوا شو هي الميجالوبلاستيك أنيميا اللي هم نوعيش Macrocytic ميجالوبلاستيك أنيميا Non-migالوبلاستيك أنيميا يا Hypothyroidism يا Hypothyroidism يا Chronic Liver Disease مريض عنده مشكلة باللبر بتلقى Macrocytic أنيميا ما بتلقى Hypersegmented Neutrophies نورموستيك نورمو كروميك أنيمي نيجي عن نورموستيك النورموستيك يا جماعة شو هني ننحط ببالنا أكمل نوع شو النوعين من نحط ببالنا Anemia of Chronic Disease حكينا لكم عنها مع المايكروستيك صح نفسها نفس اللي في المايكروستيك بس إيش إنه ممكن تيجينا نورموستيك نورمو كروميك اللي هو زي ما بتعرفوا الهبسايدن نتيجي للإنترلوكين سيكس بيقلل عندنا من إيش بربط على الفيرو بورشن وبقول للحديد والله ما تطلع الحديد بظل يتخزن على صورة فيرتين وما بقدر يطلع على صورة ترانسفيرن فبتلقى الفيرتين عالي وبتلقى الترانسفيرن يعني Saturation أو خلينا نقول Total Iron Binding Capacity بهاي الحالة شو بتكون بتكون عندنا قليلة أوكي جماعة هاي نقاط الأصلين نكون عارفينها إحنا في هذا الموضوع تمام التمام الآن من ناحية الأنيمي في كرونيك دي زي تعرفناها نورموستيك نورمو كروميك أنيمي برضو بتيجيني إيش Under Production البون مارو مش قاعد بصنع مصبوط تمام أو قد تكون نورموستيك نورمو كروميك أنيمي شو تكون هيموليك أنيمي طيب كيف ميز بيناتهم بروح بخذ الريتيكيلو سايت كاونت إذا رتيكيلو سايت كاونت قليل معناها إيش Under Production معناها مثلا في عندي مشكلة بالبون مارو وإذا الريتيكيلو سايت كاونت عالي معناها إيش هي بتكون هيموليك أنيمي سهل يا جماعة هذه كل المبدأ تاعل نورموستيك نورمو كروميك أنيمي فمباشرة بشوف الـ MCV نورمال بشوف الريتيكيلو سايت كاونت نورمال ولا لا إذا كان نورمال خلص أنا بالنسبة إلي بصراحة تيجي تقولي الريتيكيلو سايت كاونت نورمال بهاي الحالة ببلش أفكر أنا بأشياء كثيرة بس خلص برتاح إنه إيش بكل بساطة إنه يا عمي يا هي أنيمي في كرونيك ديزيز يا إما إنه هي بصراحة شو بتكون إنه فيه Under Production من البون مارو نفسه إنه يعني الريتيكيلو سايت مش هانة نورمال يعني تخيله يكون لوم شو مباشرة بقول بقول الله في عندي مشكلة في البون مارو هل هي أبلاستيك أنيميا واللي ميلو ديس بلاستيك أنيميا واللي ميلوستيك أنيميا يعني البون مارو مش قاعد بصنيع مصبوط تمام لكن إذا لقيت الريتيكيلو سايت كاونت عالي مباشرة إنك تفحص فحص اسمه Com test هنفرجيكم إيها لقدام خلص سيحكوا منها للمحاضرة الجاية بقول الريتيكيلو سايت كاونت عالي مباشرة شو بتقول عنها هيموليتك أنيميا وبعدين بنشوف شو الأسباب الهيموليتك بالمحاضرة الجاية لتاكلو سايد كونت نورمال أو لو بقول عنها إما أنيميا في في حالك لا تحفظوا كل شيء كل شيء هنا أو مباشرة على الجهة الثانية شو بتكون هي ديكريس في البون مارو برودكشن تمام؟ شو الأمراض اللي بتعمل ديكريس في البون مارو برودكشن؟ كيف يعني أبلاستيك أنيميا؟ يعني الهومو بايوتك ستم سيلز اللي موجودات عندنا جو البون مارو معيات يشتغلها مزبوط مش قاعدات بصنع عن إشي فشو بيجي المريض بانسايتوبيني؟ المريض بيجي بأنيميا بيجي بنيوتروبينيا وبيجي بثرومبوسايتوبيني هذه اسمها أبلاستيك أنيميا يعني أبليجيا يعني ما فيش تصنيع للخلايا البون مارو المصنع خربة فشو بعطيني نورموسيتك نورمو كروميك أنيميا ورتكولوسايتشان شو بكون؟ بكون قلي إما بكون إديوباثيك هذا هو غير معروف السبب سكندري مثل إيش بتعرض المريض لأدوية معينة إديوسينكراتيك يعني كل ما بزيد الدوز دوز ديبندنت كل ما بزيد الدوز كل ما بزيد الرسك إنه إيش يصير عندك أبلاستيك أنيميا بنشوفه في الناس بتعرضوا لرادييشن بنشوفه في الناس اللي بتعرضوا لفايرال انفكشن يعني مثلا على سبيل المثال اللي هو إبستين بارفايروس ممكن يعمل هذا الإشي الناس تعرضوا لكيميكال صوص البنزين مثلا فيه دراجز معينة ميثوتريكسيت مثلا ممكن يعمل كلوران فينيكول هاي واحدة من الأدوية الممكن شو تعمل عندنا أبلاستيك أنيميا فتعال خضي هنا الجماعة تبعتك كاملة أهم إشي أكواير تسيبك بالعادي شو بتكون يا إديوباثيك ها إديوباثيك يا ما بتكون إيش كيميكال إيجنت مثل إيش كيميكال البنزين قلت لكو أهم واحد الالكيليتينج إيجنت هذا واحد من الأدوية بيعطوك كيموثيرابي كلوران فينيكول أوكي هذول الأشياء الأساسية بنسلمين هذول بزيدنا الرسك إنه شو سيصير عندنا أبلاستيك أنيميا أوكي جماعة هاي أهم النقاط الأصلي تكونوا عارفينها إنفكشن مثل إيبستين بار فيروس بصراحة بزيد للسايتوميقال ممكن يزيد الرسك بظل في عنا فورم إنهيرتد الإنهيرتد حلو تعرفوهن تعرفوا واحد اسمه فانكوني أنيميا تمام فانكوني أنيميا بكل بساطة هو إنهيرتد فورم من الأبلاستيك أنيميا يعني الطفل يولد عنده بانسايتوبيني والسبب إيش بيكون إنه عنده هو أبلاستيك أنيميا من مزر وخلص بيكون في عنده مشكلة بالDNA ريبير تمام بيكون عنده مشكلة بالDNA ريبير فبيكونوا إيش عندهم البونمر وخربة تمام يعني عن جيناتيك جيناتيك كوز تمام يا جماعة فالبونمر ومش قادر يصنع عنا يعني من الاستيم سيز مش قادر يصنع عنا لا وايت بلوتس ولا ريد بلوتس ولا بليتلت فشو بجين المريض بانسايتوبينيا والأنيميا اللي بتكون معاهم شو بتكون بتكون نورموسيتك نورمو كريميك وريتيكلو سايت كاون شو بتكون قليم فهمناها يا جماعة موستكم اللي شو هي تكون برايمري اديوباتيك غير معروف تستخدم سكندري أعطيناك كوز أكمن كوز تحفو تمام شو الكلينيكال فيترز طبعا ممكن تجي بأي إيج هي هم إشي بانسايتوبينيا تمام البون مارو لما تعمله حتى تشخص لك تأخذ عين من البون مارو وطبعا هي بتقدر تعالج هناك تعطي وتعمل بون مارو بحل المشكلة بس المهم لازم أنك أنت تأخذ عين من البون مارو حتى تشوف لما تأخذ عين البون مارو شو بتلقاه فاتي انفلتريشن هذا الدهون فات فات إذن لازم نكون حافظين وفاهمين هاي المبدأ يا جماعة إنه بكل بساطة في حالات الابلاستيك أنيميا شو بكون عندي فاتي انفلتريشن هاي شايفين الفات البون مارو ريبليست باي فات تمام واخذوا قاعدة معينة ليش بنقولكم ما فيه سبلين وميقالي لأنه فيه مرض هتشوفوا له قدام اسمه مييل وفايبروسس مييل وفايبروسس بقول لك دراي تاب بنأخذ عين من البون نلقاه فايبروسس مش فات ولكن السبلين يا قدو أوكي يا جماعة إذن إحنا خلينا دايما نكون فاهمين ورابطين لأمور بعض حتى نقدر نفهم ليش هو حدد لي بالتحديده ونحطت بالأحمر إنه هو ما فيش عنا سبلين وميقالي أوكي وشو هنا بكون عنا فاتي انفلتريش إذن بلاستيك أنيميا نورموستيك نورموكروميك أنيميا ريتيكولوسايت قليل البون مارو بكل بساطة وبالتالي مش قاعد بصنع ما فيه بصين عنا تمام بكل بساطة شو الأسباب إما إديوباثيك برايمي أو سكندري due to inherited cause مثل فانكوني أنيميا تمام فانكوني أنيميا مش فانكوني سندروم فانكوني سندروم إشي ثاني تمام ومثلا مريض تعرض لبنزين تعرض لكلورام فينيكول تعرض لرادييشن إشعاع هاي الأشياء الأساسية الممكن شو تعمل عنا أبلاستيك أنيميا أوكي جماع هاي هي كل القصة الأساسية بس فهنا الدكتور حابة تحكي عن موضوعه جاي خلطة أكثر من شغلة اللي هي أنيميا لفر ديزيز لو واحد عنده مشكلة بالليفر شو بتتوقع تلقى عنده الأنيميا ممكن ألقى عنده Ion deficiency أنيميا وهي المست كومن وكل بساطة ممكن ألقى عنده مثلا على سبيل المثال إنهم إيش يكون عندهم هايبر سبلينيزم فشو يصين عنده هيموليتك أنيميا مثلا يعني اللفر دايما لما يكون في مشكلة سبلين بيكون كبير فالكريات الدم الحمراء أو هي بتمر بالسبليم تتكسر وبصير عندهم هيموليتك أنيميا مثلا ممكن تلقى عندهم إيش الـ سبرشي للإريثروبويتين ممكن تلقى عندهم إيش فوليت ديفيشنسي ممكن تلقى عندهم نون ميقالوبلاستيك إيش أنيميا فاهمين كيف فأكثر من نوع أنيميا بتيجي عند الناس اللي عندهم لفر ديزيز بس تبقى لآيان ديفيشنسي أنيميا نقب محد تمام أنيميا أفرينا مشاكل بالكدني هم إشي ديكريز الإريثروبويتين بيقل إيجر أريثروبويتين يا جماعة فلما يقل إي Pey hayırثروبويتين تصنيع بيكون كويس له شو نوع الأنيميا نور موسيتك أنيميا والأريتكروصائد شو بيكون عالي ولا قليل بيكون قليل لأنه الإريثروبويتين شو بيكون بيكون قليل ما يلف سيتك أنيميا ما يلف في سيتك أنيميا اللي بيكون بساطة البول مارو يجي محله تيومة سرطان هذا بنشوفه مثلا إيش واحد عنده سرطان بيعمل متاساسيس بروع على البون بيعمل هاي المشكلة تيوبر كالوسيس بيعمل متاساسيس على البون مارو بيعمل هاي المشكلة لكن تبقى إيش اللي هي اللوكو إريثرو بلاستيك ريأكشن بريفر البلد يعني أنا يكون في عنا سرطان بكل بساطة يعمل إنفلتريشن للبون وإيش يسوي بعنا بهاي الحالة يقلل عنا من البرودكشن تاع الريد بلاد سيلز هنا هي الخلايا السرطانية كيف عامل إنفلتريشن طلع كيف مثلا هاي كولون كانسر عامل متاساسيس على البون مارو هنا نفس المبدأ مثلا على سبيل المتال فما يلفستك أنيميا اللي بكل بساطة أنيميا تيجيني إيش نتيجي لدخول ها ركزوا معاي كيف التيومر سيلز على البون مارو الليفر قلنا شو بيعمل قلنا الليفر هيعمل لنا ايض ديفيشنسي أنيميا او فوليت أسد ديفيشنسي أنيميا او هايبر سيبلينيزم والرينا شو بيقلل عنا الاريثروبويتن وما يلفستك اللي بكل بساطة يكون فيها سرطان قاعد بيعمل الانفلتريشن للبون وبالتالي للبون مارو وبالتالي قاعد إيش بيقلل عنا من الريد بلاد سيلز هاي هي محاضرتنا لليوم نتمنى أنكم تكونوا فهمتوها والله يعطيكم الفهم اشتركوا في القناة